إذا كنا احنا اتفقنا بأن هناك مؤامرة هي مؤامرة غزة وهي أنه يعني تصفية القضايا الفلسطينية ده من أهم من الأشياء كمان أنه يعني أنه يبقى شايف أنه يقدر ياخد جزء من أرض مصر ويعمله يعني وطن مديل لأهلينا في فلسطين الوضع ده بقى شفتوا إزاي بالنسبة للمصريين كيف رأى المصريين مؤامرة غزة المصريين اللي أنا بشوفهم الناس العاديين وأنا بحب جدا أنزل وشوف الناس العاديين كيف يفكرون وزاي بيتكلموا وزاي شايفين حتى لو اختلفوا مع اللي أنا بقولوا أو رفضوه حتى المصريين أكثر تمسكا بسيناء اعتبارها قلب الوطن قلب الوطن النابض والمكان اللي لازم يدفعوا عنه بأرواحهم وبدماءهم مرتبطين جدا بالقيادة السياسية وموقفها الذي لا غبار عليه يعني موقف عظيم جدا للغاية عبر عن وجدان كل مصري في المية وستة مليون مصري اللي بيعيشوا في البلد في هذه الأيام واللي أدركوا أن هم المقصودين طبعا إلى جانب تصفيد فلسطين ومحوا كلمة فلسطين من التاريخ وإلغاءها من الجغرافيا هو الأهم أيضا أن يخرجوا يعني هم قلبوا يخلصوا ربعهم أو يعني عدد الشهداء رهيب وعدد الجرحة مخيف واللي عملته مصر مبارح والنهاردة بإدخال الجرحة لعلاجهم في مصر عمل عظيم يتفق مع تاريخ مصر مع تاريخ مصر ودور مصر وعظمة مصر كدولة إقليمية عظمة كدولة إقليمية عظمة لا تقل أهمية إطلاقا عن أي دولة عظمة في عالم اليوم طيب أنا حطلع فاصل بس هاخد كلمة واحدة بس من حضرتك ليه مصر دايما كانت مقبرة للغزاة ده تعبير عظيم وهو حقيقي ودقيق لأنه لو شفت من فجر التاريخ من القرن العشرين قبل الميلاد للقرن الواحد والعشرين بعد الميلاد يعني واحد واربعين قرن من القرون ما فيش أي حد حاول يقترب من مصر إلا وكانت نتيجة الخسران وبقيت مصر مرفوعة الرأس مرفوعة الهامة وبقي المصريين مرتبطين ببلدهم ملتفين حول قيادتهم مدركين أن قدرهم هو هذا البلد والبلد ده هو قدرهم طيب هل ده ليه علاقة بهوية المصريين؟ طبعا طبعا